بعد سنوات على النزوح والتنقل من مكان إلى آخر فضلت بعض العائلات العودة إلى قراهم وبلداتهم في ريف القنيطرة بلدة ممتنة إحدى هذه القرى حيث شهدت عودة نحو أربعين عائلة على الرغم من أن الدمار والقصف بدأوا ليبدأوا إذن حياتهم من جديد تفاصيل في سيقات التقرير بعد غياب استمر أربع سنوات لم يكن أمام أبو عدي سوى العودة إلى قريته ممتنة المحررة في ريف القنيطرة أرهق وعائلته من النزوح عن بلدتهم وبالرغم من المخاطر وقصف قوات النظام السوري المستمر إلا أنه فضل العودة لمنزله الدمار اللي حصل في ممتنة الحمد لله عقب ما تنجن سنوات أربع من السنوات نقلنا فيها وفي ريف درعة وريف القنيطرة رجعنا إلى بلدنا وعشنا فيها وصمدنا الحمد لله زرعنا الخضرة وهذه البيوت قدام عينكم ندمرها من أثر الطيران بيت أخوي بيت ابن عمي بيت أولاد وعمامي وكل ياتهم هذه الحارة فاتها الجيش لمدة عشرة أيام سكن بهذه البيوت كاملة ندمرها وفل وما قدر يفوت على ممتنة الحمد لله يقوم أبو عدي بإعادة ترميم ما دمر من منزله وزراعة بعض الخضروات ليتمكن من العيش والاستمرار هنا وتأمين بعض الطعام له ولعائلته نحو أربعين عائلة تحاول التأقلم مع الحياة هنا كما أبو عدي بعد أن كانت هذه البلدة تضم أكثر من ثلاثة ألاف نسمة هجر ونزح أغلب سكانها بسبب قصف قوات النظام السوري قصفة المدنية الذين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والذين خرجوا يلبون نداء الفزعة لأهلهم في درعة وفي حمص وفي ريف دمشق قرية ممتنة وقرى أخرى لم تسلم جميعها من قصف قوات النظام السوري حيث دمرت بعض المنازل بشكل كامل وهجر أغلب سكانها ومع استمرار المعاناة لم يعد بمقدور بعض الأهالي التنقل من مكان لآخر ففضلوا العودة لقراهم رغم الدمار والمخاطر أملا بإعادة الحياة لقراهم وتوقف القصف لبدء البناء ترجمة نانسي قنقر